كبير من المؤسسات الخيرية ومؤسسات العمل الأهلي كان لها دور كبير في مبادرة كتف في كتف اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل التنموي المؤسسات دي يعني أهميتها أنها طبعا قد إيه مهمة وقد إيه هذه المؤسسات كمان خلينا كده نفتكر أنه يعني أهمية المجتمع المدني أنه يشارك طول الوقت أنه يبقى موجود والمؤسسات والجماعيات الأخرية لها دور كبير جدا في المجتمع مؤسسات حرس كمان سيادة الرئيس على توجيه الشكر لها على الجهود الكبيرة والمجهود اللي قدمتها ومنها مؤسسة بنك الطعام مؤسسة الجرحي مؤسسة صناع الحياة مؤسسة صناع الحياة مؤسسة الأرمان ومؤسسة أيضا يعني نبيل الكاتب الخيرية ومؤسسة مصر الخير مؤسسات دايما بتقدم كل المشاركات الاجتماعية وده كان شيء لطيف جدا أنه أنت في وقت كمان الأزمات وغير أعتقد هو هيبقى تقليد موجود في الدولة أنه كلنا على قلب رجل واحد كلنا مصريين أنا بشتغل في مؤسسة أنا في العمل الخيري أنا مجتمع مدني أنا هيئة والشيء اللي بيجمعنا هو مصر والمصريين وأن احنا نكون دايما كتف في كتف من بين المشاركين كمان كان في الحقيقة مجموعة من الأطفال الصغيرين اللي كانوا مبهجين جدا جدا وكانوا بيساعدوا المتطوعين في السنديق الخير اللي كانوا بيعملوها المتطوعين وطبعا في لقطة مبهجة وانتوا عارفين دايما سيادة الرئيس بيحب قوي أنه يطبطب على الشباب والأطفال وأنه يشكرهم وأنه يحييهم فطبعا السيد الرئيس لفت انتباهه جدا وجود الأطفال فطلب أنه يوجه تحية على طول للأطفال وكانت الحقيقة لقطة لطيفة جدا تلقائية أبوية وطبعا الأطفال كانوا سعداء نشوف هذا الكلام وهذه اللقطة كده مع بعض ونرجع نكمل معكم تفضل ممكن تجيب لي البنات المتطوعين دول عشان نسقفلهم كلنا البنات السغنانين دول رودي ملك في حد كمان في حد كمان زيك سات الرئيس أهلا وسهلا فيها سات الرئيس يا ملك هل تستطيعني النهاردة يا رجل؟ بعمل خير خير عزيز وبساعد الناس الغالبين كويس قوي نحن سقفل كلنا دلوقتي بسمك إيه؟ مازن عندك كم سنة يا مازن؟ تسعة كويس يا مازن ستعملين نهاردة؟ بساعد رسالة كويس يا مازن كويس جدا وتشكرين معانا ملك سات الرئيس يا ملك يا ملك ازايك يا جميلة وانت طيبة يا حلوة وتشكرين جدا شكرا جزيلا شكرا